اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هندردش مع بعض شوية عن التبول اللا اراضي عند الاطفال التبول اللا اراضي الليلي اللي هو بيحصل بالليل لما يكون الطفل نايم يعني الطفل طول النهار بيتحكم في البول بتاعه كويس لكن يجي ينام بالليل يعمل حمام على نفسه معظم الايام طبعا دي مشكلة بتخوف الاهل كتير وساعات بيبقى ليها اضرار نفسية على الطفل نفسه تخلي الطفل يفقد الثقة في نفسه ويبقى ليها شوية اضرار تانية نفسية على هذا الطفل فيلا بينا ندردش شوية عن الموضوع ده وعن اسبابه وطرق علاجه والفيديو ده موجه للاطباء من ناحية وللاهل عشان يستفيدوا برضو بالتعليمات اللي هتتقال من ناحية تانية ما تنساش في البداية اعمل لايك للفيديو في البداية انا بحب اطمن الاهل لو عندك طفل بيتبول على نفسه اثناء النوم بالليل وهي دي مشكلة الوحيدة يعني الطفل ما عندوش اي مشاكل تانية والطفل بيتحكم في البول اثناء النهار والحمد لله بيتحرك كويس وبيمشي كويس وكل حاجة عنده تمام فغالبا الطفل ده ما عندوش اي مشاكل عضوية اصلا والمشكلة بتاعته دي بتتحل ان شاء الله بالعلاج وبالمتابعة وبالصبر وبالعزيمة شوية عزيمة وشوية صبر مع الطفل ده الطفل بيبقى تمام وزي الفل وكمان احب اقول ان احنا مش بنقول ان الطفل عندو مشكلة الا ازا كان عمره اكبر من اربع سنين لان الطفل بيبدأ يتحكم في البول بتاعه ويتعلم انه مايعملش حمام بول على نفسه من سن سنة ونص تقريبا لحد اربع سنين الفترة دي كلها تعتبر فترة تدريب وتعليم والطفل بينمي مهاراته فلو كان الطفل اكتر من اربع سنين ولسه بيعمل حمام بول على نفسه ساعتها بنبدأ نقول ان فيه مشكلة ولازم التعامل معاها ولازم نبقى عارفين ان الطفل بيتعلم انه يتحكم في البول اثناء النهار في الاول وهو صاحي وبعد كده لما بيطكن العملية دي بعد كده بيتعلم وبيتدرب وبيعرف انه يتحكم في البول اثناء النوم وطبعا احنا بنقسم التبول اللاقرادي لقسمين دي حاجة خاصة بالاطباء شوية حاجة اسمها برايماري انيوريسيس وحاجة ساكندري انيوريسيس برايماري معناها ان الطفل من ساعة ما تولد لحد ما جالك العيادة وهو بيعمل حمام بول على نفسه بالليل تقريبا معظم الايام اما النوع التاني اللي هو الساكندري معناه ان الطفل كان بدأ يتحكم في البول اثناء النوم لفترة 6 شهور او اكتر وبعد ما بقى كويس وتحكم في نفسه وكله تمام رجع الموضوع رد عليه تاني وبدأ يعمل حمام بول على نفسه تاني النوع ده بنقول عليه الساكندري خلونا دلوقتي نتكلم عن اسباب التبول اللاقرادي خصوصا اسناء الليل او اسناء النوم وبرضو في بداية الاسباب احب اقولك ان لو طفلك هي دي بس كل مشكلته انه بيعمل حمام على نفسه بول اسناء النوم فقط فغالبا الطفل ده ما عندوش مشاكل عضوية وما عندوش اسباب من اللي احنا هنقولها ان شاء الله وطبعا انت لما تروح للدكتور هيطمنك ويعرفك الموضوع ده وان شاء الله الطفل ده بيتعالج وبيبقى كويس زي ما هتشوف معايا في العلاج في اخر الفيديو والنوع ده بنقول عليه الديوباثيك اللي هو مالوش سبب معين احيانا يكون الجينات ليها دور في الموضوع يعني ممكن يكون الاب او الام كان وهو صغير عنده نفس الموضوع تبول له اراضي والحمد لله تعالج منه وبقى كويس ودي بتساعدنا شوية في العلاج ان احنا بنطمن الاهل ونقوله زي ما انت بقيت كويس الاب او الام مثلا ابنك كمان هيبقى كويس وكمان الابن لو فاهم شوية ممكن الاب اثناء العلاج يشجعه ويقوله انا كنت عندي نفس الموضوع وبيت كويس الحمد لله وانت لما تكبر هتبقى كويس ويحفزه ويشجعه بالنقطة دي كمان من الاسباب اللي ممكن تزود موضوع التبول اللي اراضي اثناء النوم حاجة اسمها نكتيرنا البوليوريا معناها ان الطفل بيعمل حمام بول كتير اثناء النوم ودي لها شوية اسباب مثلا الطفل بيروح المدرسة فطول النهار مش بيشرب ميا كويس اثناء المدرسة او بيروح حضانة فمش بيشرب ميا كافية اثناء فترة الحضانة فالطفل بيبقى عنده شبه جفاف وعطشان فلما بيرجع البيت بيعوض كل اللي فاته ده في الفترة اللي هي من بعد المدرسة لحد النوم وبالتالي بيشرب ميا كتير في الوقت ده وبالتالي ده بيقدي الى تبول كتير اثناء النوم وتكون سبب في التبول اللا اراضي اثناء النوم وبرضه هنتكلم عن النقطة دي في العلاق ازاي نتعامل معاها كمان بعض الاطعامة والمشروبات مدرة للبول الطفل لو بياخدها في الفترة اللي هي اخر النهار مغرب لحد العيشة ممكن تكون سبب انه بيعمل حمام بول كتير بالليل وبالتالي ممكن يعمل حمام بول على نفسه زي القهوة وزي الشاي وزي الشوكولاتة والمشروبات الغازية وبعض الاشياء الاخرى فبرضه الحاجات دي نتجنبها في الفترة المسائية من اليوم كمان من ضمن الاسباب الاسباب النفسية ان الطفل يشعر بالحرج من المشكلة دي او حد يعيره او حد يشتمه او حد يحرجه بسبب هذا الموضوع فالموضوع ده ممكن يأتي بالسلب على هذا الطفل عشان كده برضه في العلاج ممنوع العقاب ممنوع الاهانة ممنوع الاحراج للطفل بالنسبة للنقطة دي كمان الامساك عند الاطفال ممكن يكون سبب في الموضوع ده لان القولون لو فيه براس كتير والطفل عنده امساك ممكن يكون بيضغط على المسانة البولية ويساعد في التبول اللا إرادي عشان كده لو فيه إمساك يبقى نعالجه كمان بعض مشاكل النوم بالنسبة للطفل حاجة اسمها مثلا Obstructive sleep apnea الطفل عنده مثلا لحمية في منخيره أو عنده مثلا لواس حجمها كبير مش عارف ينفس منها طول الليل فاتح بقه فالطفل النوم مش كويس مش مستقر وطول النهار مدار واخت الطفل ده عرضة للتبول اللا إرادي وبرضه الطفل ده في العلاج هيتعرض على طبيب أنف وإذن وحنجرة لتقييم الحاجات دي وعلاجها لو طفل النوم هو تقيل جدا جدا ممكن برضه ده يكون سبب في التبول اللا إرادي وده مع الوقت وتقدم العمر بيتحسن وكمان مع العلاج اللي هنقول عليه في نهاية الفيديو كمان التهابات المسانة وعدوى الجهاز البولي ممكن الطفل يكون عنده التهابات أو عدوى في الجهاز البولي وتكون هي دي السبب ومن أعراضها أن الطفل ممكن يكون عنده حرقان أثناء التبول سواء بالنهار أو بالليل ممكن يكون بيتبول كتير ليل ونهار ممكن يبقى لون البول متغير أحيانا يكون فيه دم حاجات زي كده ولو هي دي السبب فعلا فبالعلاج وبالمضادات الحيوية المناسبة الطفل ده بيبقى كويس كمان الطفل لو عنده انسداد جزء أو ضيق في القناة البولية ممكن برضه تكون سبب ودي بنعرفها لما نلاقي الطفل عشان يتبول بيحزق عشان يتبول البول وهو نازل بيكون ضعيف وأحيانا متقطع والانسداد الجزء أو الضيق اللي بيحصل ده ممكن يكون بسبب جراحة مثلا أثناء الختان ممكن يكون بسبب أسطرة كانت رجبة قبل كده بسبب عدوى حاجة خلقية أو عب خلقي حاجة زي كده كمان في سبب تاني اللي هو نيروجينيك بلادر وده معناه ان الأعصاب اللي بتغزي المسانة في أي جزء في المصاري العصبي من أول المخ لحد المسانة يكون فيه أي مشكلة طفل عمل عملية مثلا في الحبل الشوكي طفل اتعرض لحدثة طفل عمل عملية في المخ حاجة زي كده ممكن تكون السبب في النيوروجينيك بلادر كمان فيه نوع اسمه أو ديسفانكشنال فيويدنج وده بيكون أكتر في البنات ودي بنلاقي فيها ان الطفل عايز يعمل حمام بول باستمرار سواء أثناء النهار أو أثناء الليل ومش بيلحق نفسه عايز يروح بسرعة على الحمام والبول ممكن يسبقه أو يبدأ ينقط قبل ما يروح للحمام وحاجة أو وضع اسمه سكواتينج بيهيفيور فممكن نشك في الموضوع ده كمان في سبب اسمه اكتوك يوريتر معناه ان الحالب اللي جاي من الكليا للمسانة مش موجود في مكانه الطبيعي موجود في مكان آخر أو متصل بالمسانة في مكان آخر وده بيبقى أكتر برضو في البنات وده بيبقى فيه تسريب للبول باستمرار ليل ونهار في بول بيخرج من البنت كمان بعض الأمراض العقلية أو اللي بيحصل فيها تأخر في القدرات العقلية ممكن تكون سبب في التبول لإرادي زي مثلا متلازم الدون زي مثلا ضمور المخ لأي سبب والأسباب دي كمان مرض السكر لو جي للطفل ممكن يعمل أعراض زي كده بس زي ما قلنا هتبقى الأعراض ليل ونهار كمية البول هتبقى كتير ليل ونهار سواء كان مرض السكر اللي احنا كلنا عارفينه أو مرض السكر المائي بس أحب أرجع تاني وأطمنك وأقولك ان طفلك لو بيعمل حمام بول على نفسه بس أثناء النوم لكنه بالنهار بيتحكم كويس في البول وما فيش عنده أي مشكلة تانية والطفل بيمشي كويس وكل أموره تمام فغالبا الطفل ده ما فيش فيه أي مشاكل عضوية وبيتعالج وبيبقى كويس إن شاء الله لو انت عندك طفل عنده المشكلة دي فانت هتوديه للدكتور الدكتور بيكشف عليه وبياخد تاريخ مرضي كويس جدا من الأهل من الأسرة عن كمية السوايل اللي الطفل بياخدها وبياخدها على مدار اليوم ولا في أوقات معينة طريقة نوم الطفل ومواعدها وهل نومه تقيل ولا لا نوعية الغذاء اللي الطفل بيأكلها السلوك بتاع الطفل وبتاع الأهل تجاه هذه المشكلة التاريخ المرضي لحالة مشابهة عند الأب أو الأم زمان مثلا وكمان الدكتور بيفحص الطفل ده وبيفحص أعضاءه التناسلية وبيفحص المخ والأعصاب بتاعه عشان يشوف هل في أي مشكلة هو متوقعها ولا لا وبالنسبة للفحصات فغالبا طفلك مش هيحتاج فحصات أصلا لكن من الفحصات الشائعة وعشان هي سهلة فممكن نعملها لكل الأطفال أصلا طبعا تحليل البول عشان لو فيه التهابات في مجرى الجهاز البولي هيبان كرات الدم البيض هتبقى عالية لو الطفل عنده سكر ممكن يبان في البول مثلا لو كرات الدم الحامرة عالية ممكن ده برضو يكون نتيجة العدوى في الجهاز البولي أو ممكن يكون نتيجة ضيق في القانا البولية هو تحليل مفيد جدا ورخيص يعني كل الناس بتعمله كمان الطفل ده ممكن نحلله سكر ونتطمن على الموضوع ده وخلاص كمان الصنار أو الأشعة التلفزيونية بتكون مفيدة وعشان هي برضو حاجة non-invasive حاجة مش بتدخل جوه الطفل فدي حاجة كويسة ورخيصة بنعمل للطفل أشعة تلفزيونية أو صنار على البطن والحوض قبل التبول وبعد التبول بتفيدنا كتير جدا دي هي التحاليل أو الفحوصات الأساسية اللي تقريبا بتنطلب لكن في فحوصات تانية بيطلبها الطبيب لو شك في أسباب أخرى حاجة اسمها مثلا ممكن يطلب على العمود الفقر بتاع الطفل حاجة تانية اسمها يورو ديناميك ستادي أنسيستيسكوبي حاجة اسمها يوروفلوميتري وكمان لو شاكك حاجة في اللوز مثلا أو في الأنف بنعرضه على طبيب أنف ووزن وحنجرة وهو يشوف بقى هيطلب له ايه لكن معظم الأطفال العادية زي ما قلنا هيحتاجه بس تحليل بول ممكن تحليل سكر وممكن صنار بس وين يجي بقى يا عم نتكلم على العلاج علاج التبول اللي هي إرادي أثناء النوم عند الأطفال بنقسمه لتلات حاجات رئيسية أول حاجة علاج سلوكي وضبط نمط حياة الطفل يعني ما فيش أدوية ولا في أي حاجة هو نزبط له حياته بس زي ما هنقول دلوقتي النقطة التانية اللي هو جهاز الإنذار ممكن نركب للطفل جهاز إنذار وبرده هنتكلم عنه النقطة التالتة اللي هي العلاج بالأدوية أول نقطة في العلاج هي العلاج السلوكي وضبط نمط حياة الطفل ده ودي أهم نقطة في الأنواع التالتة وبتجيب نتائج كويسة جدا جدا ولازم تكون موجودة حتى لو استخدمنا نوع آخر لازم السلوك بتاع الطفل ونمط حياته يتغير مع الأنواع التانية برضو إيه هي بقى الحاجات اللي هنعملها أولا احتواء الطفل لازم الطفل ده نشجعه ونحتويه ونعرفه إنه هو مش لوحده في المشكلة إحنا وقفين معاك وبنسندك وانت بطب عليه كمان ممنوع عقاب الطفل ده تماما على النقطة ديه العقاب دايما بيجيب نتيجة عكسية للطفل ما ينفعش نعاقب الطفل وكمان الموضوع ده بيبقى غصب عنه أصلا مش بمزاجه فالعقاب ممنوع الإهانة ممنوع إحراج الطفل ممنوع ده خلي بالك الطفل ممكن يحس إنك بتعجبه مجرد إنك بتقلل السوايل بتاعته بالليل ممكن يحس إن ده عقاب ممكن لو بتفرش له فرشة بلاستيك أو حاجة تحت الملاية مثلا يحس إن ده عقاب ممكن لو هتقومه بالليل عشان يعمل حمام يحس إن ده عقاب فالطفل مش ناقص عقاب ولازم نحتوي الطفل ده ونطبطب عليه زي ما قلنا كمان لازم نشجع الطفل ده ونفهمه لو كان بدأ يكبر كده ويفهم الكلام ونعرفه إنه لما يتزنق في الحمام بالليل يقوم ونشجعه كويس في النقطة دي ونديله حوافز كمان نديله حوافز نعمله دفتر ونقوله كل يوم ما تعملش حمام على نفسك فيه بالليل هنديك جايزة إنت بتحبها نشوف هو بيحب إيه فعلا وندهوله يبقى احنا بنشجع مش بنعاقب لو في يوم عمل حمام بول على نفسه مش بنعاقبه خالص بالعكس بنطبطب عليه ونقوله بكرة هتبقى أحسن وكل حاجة اليوم اللي يمسك نفسه فعلا ومعملش حمام نديله جايزة هو بيحبها كمان لازم تزود ثقته في نفسه لازم تعرفه إن ده موضوع بسيط وإنت شجاع وإنت هتقدر تتغلب على الموضوع ده وفي كل الأحوال الطفل أول ما يقوم من النوم لازم نخليه يروح يعمل حمام الطفل لو هيغادر البيت هيروح أي مشوار نخليه يعمل حمام قبل ما يتحرك كمان قبل النوم لازم نخليه يدخل ويعمل حمام بول وفي المدرسة أو الحضانة لازم الطفل ده يشرب كمية مية كافية جدا عشان ما يعتش زي ما قولنا ويدخل في شبه جفاف ويرجع يعود ده بعد المدرسة في الفترة اللي هي بتاعة آخر النهار لا أنا عايزه يشرب كمية مية كافية جدا أثناء المدرسة وعلى مدار اليوم وكمان يروح الحمام ويتبول في المدرسة على الأقل 3 مرات ولازم نفهم المدرس أو إدارة المدرسة أنهم يسمحولوا يروح الحمام مش في وقت الفسحة فقط لا في أي وقت هو يطلب يروح الحمام فيه كمان الطفل ده نخليه يقلل السويل جدا قبل النوم بساعتين ما يشربش مية كتير وطبعا ممنوع البيبسي والشاي والقهوة في الوقت ده ونقلل السويل عموما كمان وجبة العشاء لازم ما يكونش فيها أكل حادق أو مسكر لأن الحاجات دي بتطلب أن يشرب مية كتير لما الطفل ينام بعد ساعتين نصحيه ونخليه يفوق ويدخل يعمل حمام بول وممكن مرة كمان عند الفجر مثلا ولازم نخلي بالنا أن الطفل لازم ينام ساعات كافية بالنسبة لسنه كمان الطفل بتاعنا لو بيلعب رياضة عنيفة مسائية يبقى لازم ياخد كمية سوايل مناسبة للرياضة دي ولو أن الأفضل أن الرياضة العنيفة تكون صباحا فبنمشي على كل التعليمات دي ولازم نكون صبورين ونعرف أن الموضوع مش بيتحلف يوم وليلة عايز عزيمة وصبر وعايز ثقة لما نمشي على التعليمات دي لمدة 3 شهور ونلاقي أن الطفل بتاعنا لسه متحسنش في الوقت ده نلجأ للنقطة التانية أو التالتة بالإضافة لنفس النمط اللي قلنا عليه أو السلوكيات اللي قلنا عليه هدي فالنقطة التانية في العلاج بقى هي حاجة اسمها ألارم ثيرابي أو جهاز انزار بنركب جهاز انزار للطفل بيركب في دراع الطفل كده وبيبقى ليه سلك السلك في آخره سنسور أو حساس حساس بلل بيتحط في الملابس الداخلية بتاعة الطفل وأول الطفل ما يعمل حمام بول في بدايته الجهاز ده بيعمل صوت منبه وأنواع منه بيكون فيها فيبريشن أو اهتزاز فبتنبه الطفل وبيتوقف التبول سواء الطفل صحي أو مصحيش في الغالب التبول بيقف الجهاز بيعمل صوت فلو الطفل صحي احنا بنخليه يروح يدخل الحمام ويتبول ولو مصحيش فالأهل بيصحوا على صوت الانزار ده وبيقوموا الطفل ويصحوا ويفوقوا ويخلوا يروح يكمل بول في الحمام وطبعا نغير له الهدوم بتاعته ونلبسه هدوم نشفة وبنحط له الجهاز ده مرة تانية الجهاز ده مع الوقت بيدرب عقل الطفل أنه المفروض يصحى لما يكون المثانة بتاعته ممتلئة وهيعمل حمام لأن بالتكرار عقل الطفل بيتدرب كل ما يعمل حمام بول الجهاز بيصفر وبيهتز فالطفل بيصحى والأهل بيصحوه فبيربط في عقله كده أنه لازم يقوم لما يحب يعمل حمام بول الجهاز مفيد جدا وبيجيب نتايج كويسة جدا وممكن تدور عليه على النت هتلاقيه سواء انت في مصر أو في أي بلد عندك هتلاقيه متاح انك تشتريه وكمان استعماله سهل مش محتاج إشراف طبي بشكل كبير يعني وبرضو العلاج بالإنذار ده بيحتاج صبر برضو النتيجة بتيجي من أسابيع قليلة إلى أشهر عديدة يعني ممكن طفل ياخد شهرين طفل تاني ياخد شهر ويبقى كويس وهكذا فالطفل لو بقى كويس بنخلينا مركبين الجهاز لمدة شهر بعد ما بقى كويس وبعد ما خف أما الطفل لو استمر على الجهاز ده ست شهور ولم يتحسن كده نقدر نقول إن الجهاز فشل مع هذا الطفل ونقدر نجرب بعد كده الأدوية وموضوع هل إحنا نبدأ بالجهاز ولا بالأدوية ده اختيار بيرجع غالبا بمشاورة الطبيب مع الأسرة لكن أنا عن نفسي أفضل الجهاز لإنه مش أدوية فمفيش أثار جانبية الأدوية ولا حاجة فأنا شايف إن الجهاز ده حاجة مفيدة جدا وشايف إن إحنا نجربها قبل مرحلة الأدوية ودلوقتي نتكلم عن النقطة الثالثة في العلاج اللي هي الأدوية طفل عملنا له السلوكيات بتاعته ونمط الحياة وما استجابش جربنا معا جهاز الإنذار ولسه ما استجابش أو الدكتور قرر إنه يبدأ أدوية على طول ولازم نعرف إن العلاج بالأدوية بيكون من بداية ست سنوات مش قبل كده في بعض الأراء بتقول من خمس سنوات لكن يعني خمس ست سنين ومن أشهر أنواع المستخدمة حاجة اسمها ديسمو بريسل اللي هو منرين في منه أقراص عادية بتتبلع بنبدأ بجرعة 2 من 10 ميلي جرام وممكن نزود تدريجيا الجرعة القصوى بتاعتنا 6 من 10 ميلي جرام يوميا بنديها للطفل قبل النوم بساعة وفي أقراص تانية بنقول عليها أقراص مص بتدوب في الفم أصلا اللي هي Orally Disintegrating Tablets أو بيقولوا عليها Milk ودي جرعتها بتكون 120 ميلي جرام قبل النوم بساعة وممكن نزود تدريجيا عشان نوصل للاستجابة المطلوبة الجرعة القصوى بتاعتنا هي 360 ميلي جرام قبل النوم بساعة كمان المنرين دا في منه استنشاق لكن لأعراض الجانبية الكتيرة لا يفضل أو لا يوصى به في موضوع التباول اللاقيرادي بنخلي الطفل بتاعنا يستمر على العلاج دا لمدة 3 شهور وبعد كده بنتوقف عشان نشوف الطفل اتحسن ولا لا الدواء دا أمانه كويس أمان إلى حد كبير وأعراض الجانبية مقبولة من أعراض الجانبية النادرة شوية أنه ممكن يحصل تشنجات ممكن يحصل مشاكل في المخ والأعصاب ممكن يحصل حاجة اسمها water intoxication أو زيادة المية في جسم الطفل عشان كده في تنبيه مهم جدا جدا أن الطفل بتاعنا لو بياخد منرين أو ديسمو بريسين لازم تكون كمية السوايل قليلة ما ينفعش نديله سوايل كتيرة عشان ما يدخلش في تسمم مائي كمية المية تبقى زيادة في جسمه دي نقطة مهمة كمان الطفل بتاعنا لو بدأ يحس بأعراض زي مثلا الصداع أو قيء بيرجع أو غثيان فلازم نوقف الدواء دا طبعا ونرجع للدكتور بتاعنا النوع الثاني من الأدوية المستخدمة حاجة اسمها anticholinergic drugs حاجة زي الأكسيبوتينين مشهور يوريبان دا بيساعد كدير وبيعمل حاجة كده زي اتساع في المسانة فبتاخد كمية بول أكتر والطفل يقدر يتحكم أكتر في البول وده بيكون مفيد في معظم الحالات بالإضافة لحالات النيوروجينيك بلادر اللي قلنا عليها والوفر اكتف بلادر وديسفانشنال فويدينج اليوريبان مفيد معهم كمان الاكسيبوتين دا أو اليوريبان دا لخصائص مسكنة للألام ومضادة للتقلصات فمفيد برضو والجرعة بتاعته بتكون من اتنين ونص لخمسة ميلي جرام قبل النوم لكن من أعراضه الجانبية انه ممكن يعمل dry mouth الفم يبقى جاف ممكن يعمل زغلالة في العين ممكن يعمل حاجة اسمها facial flushing أو توهج أو حمرار الوجه وممكن يعمل امساك وممكن يعمل behavioral changes أو سلوك الطفل يتغير شوي والمفروض من استخدمش الاكسيبوتينين دا أو اليوريبان دا لما يكون الطفل عنده ارتفاع درجة حرارة لأن اليوريبان دا بيقلل العرق والعرق دا حاجة مهمة جدا لعلاج ارتفاع درجة الحرارة كمان مش بنستخدمه لو الطفل دا بيتمرن تمارين عنيفة في أيام حارة عشان نفس الفكرة تقريبا النوع التالت من الأدوية اللي بتستخدم في علاج التبول اللا إرادي حاجة اسمها إميبرامين هو في السوق بنفس الاسم برضو دا بيساعد كتير جدا لو الطفل عمره من 6 ل 8 سنين فبنديله 25 ميلي جرام قبل النوم بساعة أما لو كان أكتر من 8 سنين فبنديله من 50 ل 75 ميلي جرام قبل النوم بساعة من أعراضه الجانبية أنه ممكن يعمل امساك ممكن يعمل صعوبة في بدء التبول بالنسبة للطفل ممكن يعمل irritability الطفل يبقى متوتر شوية ممكن يعمل ضوخة وممكن يقلل الشهية بالنسبة للطفل وبرضو ممكن يغير شوية من سلوك الطفل لكن مشكلة الإميبرامين أن الأوفردوز بتاعته أو الجرعة الزيادة بتاعته خطيرة جدا جدا وقد تكون مميتة عشان كده منظمة الصحة العالمية لا توصي به في علاج التبول اللا إرادي ولو إنه شائع جدا وناس كتير جدا بتكتبه لكن منظمة الصحة للنقطة دي بالذات لا توصي به دي كانت النقطة التالتة في العلاج اللي هو العلاج بالأدوية كمان الطبيب لو لقى سبب من اللي احنا تكلمنا عنهم موجود فبنعالجه يعني مثلا لو لقدر الله الطفل عنده سكر فبنعالجه السكر الطفل عنده مشكلة في اللوز فبيروح لطبيب الأنف والأذن حنجرة عشان يعالجها الطفل لو عنده ضيق في القناة البولية ممكن يبقى دكتور المسالك ليه رأي وممكن يكون فيه تدخل جراحي مثلا فيه مشكلة في المخ والأعصاب مثلا فالطفل بيروح لدكتور مخ وأعصاب وهكذا لو لقينا سبب معين بنعالجه وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم